تمكنت البعثة الأثرية المصرية من اكتشاف خمس مقابر أثرية بالمنطقة الواقع شمال غرب هرم الملك ميرن رعب سقرة اكتشافات تأتي بعد فترة عمل وبحث واستكشاف استغرقت أكثر من ستة أشهر لتضيف تميزا وانفرادا جديدا لعبقرية الحضارة المصرية القديمة خمس مقابر من عصر الأسرة الخامسة والسادسة تدخل ضمن اكتشافات الحضارة المصرية القديمة بمنطقة سقرة عن طريق بعثة مصرية خالصة بعد عمل دام لأكثر من ستة أشهر احنا النهاردة في مكان جديد مكان دي يسمى جنوب سقرة هو هرم ميرن رع لبسيوس عمل حفير سنة 1948 اكتشف الهرم ما اكملش بقى حفير ما سبره جه سنة 1881 عمل حفير وطلع بقى التابوت وطلع الموميا بتاعته اللي موجودة في متحف قيم حطب وتمسال جميل جدا من النحاس وذكر انه على بعد 100 متر تقريبا فيه مقبرة لإيارة وتوقف محدش لمس المكان من سنة 1881 احنا طبعا هنا شغالين بعثة مصرية خالصة تابعة لوزارة الأسار برئاسة الأستاذ الدكتور الأمين العام لمجلس الأعلى للأسار شغالين في هذا الموقع لأول مرة منذ سبتمبر 2021 حتى الآن اكتشفنا مجموعة من المقابر من عصر الأسر السادسة الفرعونية تنوعت الاكتشافات بين مقابر وتوابيت وبعض التماثيل الخشبية الصغيرة والأواني الفخارية بالإضافة لألوان وقصص مكتوبة على الحوائط لتاريخ الملكة بيتي وبعض الأطباء والمشرفين المقابر هنا عبارة عن وحدات أنا عندي هنا اكتشفت لحد وقتنا هذا لأن السيزون بدأ من واحد تسعة وما زال لسه شغال بتوجهات سيادة الوزير ودكتور مصطفى وزيري ومدير عمسة أرى دكتور صابر ودكتور محمد يوسف فبدأنا في الوحدات الوحدات عندي اللي بيطلق عليها بير جد بيت الأبدية عبارة عن وحدات فيها بير رئيسي لكن فيه أبار جنبيها يعني أنا عندي 108 بير موجود في المنطقة كلها شغالين في الموقع هنا بإننا الحمد لله صباح تشهر وربنا أنا عم علينا بالمقابر اللي احنا اكتشفينها لحضرتك صورتها دي وده بفضل الله سبحانه وتعالى أول واخير أما بالنسبة للعمال العمال اللي شغالها معانا احنا بنتعامل كلتنا رجالة رجل واحد مجهودات مستمرة في مجال الآثار والاستكشافات تأتي بدعم من القيادة السياسية للتأكيد على انفراض الحضارة المصرية القديمة بأسرار وأفكار جذبت أنظار العالم قصص وألوان تبهر العيون رغم مرور آلاف السنين تراها منقوشة على أسوار مقابر المصرين القدماء بمنطقة سقارة التي كانت وما زالت أكثر المناطق غناء بتاريخ علم العالم قديما وحديثا كريم بيبرس التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر